أول ما الطفل حالته ممكن أن نطلعهم من حد أنا أحط طفل تاني مع وجود 75 طفل جوة الوحدة وفيه زي ما حضرتك شايف 9 أطفال أو 8 أطفال منتظرين يتحولوا لمستشفى تانية وهذا يمثل خطورة على حياتهم خصوصا لو كان الطفل ناقص الوزن زي ما طفل يبقى 700 جرام 600 جرامز 1 كيلو 1 ده نقله من مستشفى لمستشفى ده يمثل خطر على حياته خصوصا أنه إحنا لسه ما عندناش في مصر اللي هو ترانسبورت تيم اللي هو مسؤول عن الأطفال دي طبعا الدبل ممكن ينتظر دكتور ماجد أنا آسف للمقاطعة أنا عايز بس بعض النقاط المحددة من حضرتك يريد تفرق لنا في البداية الفرق ما بين نقص الإمكانات والإهمال طبعا إحنا عذرين أنه ممكن تكون بعض الإمكانيات مش موجودة عندنا حضرتك يريد تقول لنا إيه اللي مش موجود ومن أمتى مش موجود وليه ما تبلغش عنه إلا لما الصور طلعت واستغرق الأمر زيارة لطبيبين عسكريين من المنطقة الشمالية العسكرية وفي مقابل ذلك كم الإهمال؟ بالنسبة للإمكانيات هو الحمد لله خلال الفترة اللي أنا كنت تشرفت برئاسة الوحدة الثلاث سنين إحنا الوحدة تم تحدثها بالكامل وفيها أحدث أجهزة التنفس الصلاعي العالمية ويطبق فيها أحدث بروتوكولات العلاج لحديث الأولادة والحمد لله الأطباء اللي عندي بيشتغلوا 24 ساعة في 24 ساعة هي مش موضوع إمكانيات زي ما هي في يعني مش عارف أقولها إزاي إنما هي فيها خلال إيدان لأن أنا بلغت أكتر من 19 مرة وهذا الكلام اللي أنا بقوله كله موثق بدوكيومنت عندي سواء إذا كان عن لساني أو عن لسان حد تاني خضرتك ديت الوثائق دي للناس اللي زارويني النهاردة الناس اللي زارويني النهاردة خدوا بعضها ووريتهم بالتفصيل كل الخطابات اللي أنا خطبت بيها الإدارة على مدار ثلاث سنوات وما حاولت قبل كده هوت إن أنا أعرضه وأقول وأحاول إنقاذ الأطفال اللي حضرتك شايفهم الأطفال اللي حضرتك شايفهم دول ده وضع خاص في الطب لأن ده طفل لا أمه جنبه ولا الأب جنبه والطفل ده هوت أمانة في رقبة الناس اللي بتكير بيه يعني الطفل ده هوت اللي حضرتك شايفهم نعم يا دكتور ليه الإدارة لم تستجب لحضرتك؟ والله حضرتك ده يسأل فيها الإدارة لأن أنا يعني خطبت الإدارة 18 مرة وآخرهم ثلاث خطبات لأعميد الكلية ولرئيس الجامعة آخرهم الأسبوع اللي فات ولم يصلني أي رد واستأذنت في الخطاب القبل الأثير نستأذن من سيادتكم عرض الموضوع في وسائل الإعلام لأن دي قضية رأي عام وأنا لا أطلب مطالب لشخصية ولا فئوية أنا كل ما يهمني إنقاذ أرواح بريئة يتم ولادتها في مستشفى الشب الجامعي ولا تأخذ الرعاية المركزة التي تحتاجها في مستشفى الشب الجامعي طيب لحضرتك مشكلة هي دي حاجة غريبة أن أنا أطلبها طيب دكتور الوفد الطبي العسكري اللي التقى بحضرتك النهاردة في المستشفى هل التقى بأحد آخر داخل المستشفى؟ آه في إدارة الوحدة هو بعد كده انتقلهم واجتمعوا بإدارة الوحدة ما عرفش ما عنديش أي تفاصيل عما تم بينهم وبين الإدارة الرسمية المعينة في الوحدة طيب أنا في تقارير أنا مش متأكد من صحتها لكن وصلتني بعدها حضرتك بتقول إن أحدك شغال في المستشفى من سنة 2007 من شهر يوليو داخل 2007 حضرتك أصلاح أنا شغال في الوحدة من سنة 1979 من 1979 أنا رئيس الوحدة من 2007 طيب ده جميل جدا أنا عايز أسأل حضرتك لأنه وصلتني بعض المعلومات اللي أنا مش متأكد منها أي إنه كان فيه شبه التعمد للتمادي في الإهمال لأنه كان فيه ناس من كبرات البلد على أعلى مستوى عايزين يحطوا أدهم على الأرض اللي عليها المستشفى أي كلام ده مظبوط؟ شوف حضرتك يعني أنا ما أقدرش أقول يعني بقرار قاطع هذا الكلام إنما هو أنا على مدار السبع، ثمان، تسع، عشر، اتناشر سنة اللي فاتت كنت كلما أطالب بتوسع في الوحدة وده طلب من اللي أنا طالبهم أو من الاقتراحات إن أنا لازم أتوسع في الوحدة أنا عايز الوحدة دي تبقى 150 خضانة 200 خضانة كان بيقابلني رد لا الوحدة ما نقدرش نتوسع علشان المستشفى دي ممكن تتشال ده هذا الكلام ممكن تتشال يعني الكلام اللي وصلني الكلام اللي وصلني يعني فيه شيء من الصحة أكيد طبعا أكيد طبعا وهو ده اللي يفسر إن احنا دلوقتي كان فيه مكان توسيع جزئية للوحدة تشمل 12 ل 16 حضانة حضرتك قاعدوا يرتبوا ويجهزوا فيها 8 شهور وبعد كده هو أما جوم يوصلوا الكهرباء قالوا لا دي اللوحة الأساسية بتاعة المستشفى لا تتحمل طب هي كانت اللي ضرب فيه في كل الوقت ده يعني حاليا دلوقتي حضرتك لو تيجي تتفضل تتشرفني أو يعني أنا مصور هذا الكلام إن غرفتين كانوا ممكن يسعوا ل 16 طفل 16 حضانة وتم مشاريع أجهزة وتكهزهم تكلف 5 مليون وبعد كده هوت الإدارة الهندسية جات لي وقالت لي لا والله إحنا الكهرباء مش هنوصلها علشان اللوحة الرئيسية المستشفى الشطبي لا تتحمل هذا اللود عليها طب لا يريد بقى حضرتك تقول لي يعني الكلام الثاني اللي اسمعته علشان يعني نحاول نكمل الصورة مع بعض أيوة يعني كان بيقال لحضرتك إنه المستشفى ممكن يتشال أيوة يهدم أيوة ومن ثم حضرتك كنت بتلاحظ رغم الشكاوة المتكررة من حضرتك لسنوات طويلة أيوة إنه لا يتم تدعيم الإمكانات أو التوسع في مشروعات حضرتك أو زملاء ليك ممكن تكونوا طالبتوا بيها أيوة هل وصل لكم أي معلومات أخرى مثلا عن هوية الناس اللي ممكن يكونوا مهتمين بأن المستشفى تتشال لا لا أبدا ده أنا حتى الإدارة السابقة أنا مرة يعني قمت سألت الرئيس الإدارة المركزية السابق مش اللي موجود دلوقتي يعني قلت له أنت فيه أمر مباشر عندك إن مستشفى الشطبي مش هتكون موجودة نفى هذا الكلام قلت له يبقى مدام أنت بتقولي كده هوت يبقى مفروض أنك أنت بقى تستجيب أنه إحنا عايزين نتوسع وخصوصا أن أنا عندي مكان ممكن يسع 60-70-80 حضانة وهذا المكان مهجور بقى له خبت سنين جميل دكتور علشان بس طبعا الوقت بتاع حضرتك وبتاعنا برضو يعني أنا عايز من حضرتك دلوقتي وصفة سريعة على المدى القصير لإنقاذ الأطفال دول اللي شوفنا صورهم حالا ورؤيتك ل حتى لا تكرر هذا المنظر مرة أخرى حاضر أنا الكلام ده هوت كتبته أكتر من مرة ولم أجد أي أذان صغير نمرة واحد نمرة واحد البدء فورا في توسعة الوحدة من ناحية جناح ستة وده شافوا العميد ورئيس الجامعة في زيارة من سنة وما اعترضوش ما تعملش في حاجة نمرة اتنين التحقيق الفوري في سبب تأخر تشغيل التوسعة الجديدة بالوحدة من ناحية تسم النسح والولادة وذلك نتيجة للدعاء الإدارة الهندسية عدم قدرة اللوحة على تحمل الأعباء الكهربائية ده لازم يتعامل تحقيق في هذا الكلام ويتم هذه التوسعة لأن ده أنفق عليه ما يقرب من 4 مليون جنيه وده ما حاجة تحل الأجهزة الرقابية في الدولة نمرة ثلاثة مساعدة إدارة الوحدة أو هيئة التمريد فورا بمد الوحدة بعدد من التمريد يكفي للرعاية 55-75-80 طفل مش معقول أن أنا أشوف بالليل أن فيه 70 طفل والسبعة هيئة التمريد بترعيهم إزاي؟ واحدة وعشرة؟ يعني في العالم كله واحد لواحد، واحد لاثنين، واحد لثلاثة يبقى بعد أكثر من واحد لأربعة ده ما فيش هذا الكلام ده مش لجودة ولا تطوير ولا حاجة خالص ولا عاية مستشفيات ولا أقبارها البنات بتموت البنت بتخش تيجي تلاقي 70 حالة وأنا هاعد عليها؟ لا بتروح بتعاية تتروح دكتور مجدي سؤال أخير أنا شخصيا وصلي يعني تساؤلات كتير من الناس عايزين يتطوع، عايزين يساعدوا بأي شكل أو آخر عايزين هل ده ممكن يكون اقتراح عملي لإنقاذ الموقف على القل الموقف الراهن؟ هو الموقف الراهن زي ما قلت لحضرتك ده موقف إداري فيه طراخي ومش عارف يعني يقول حضرتك أي يعني في القموز فيه حاجات كثيرة يعني يعني حعفي نفسي من أن أنا أذكرها إنما الإمكانيات المادية هتيجي بعد كده إحنا بنوسع طبعا عايزين أجهز التنفذ صناعي بدل الطفل ما يلف على المستشفيات مش لايجهز تنفذ صناعي ويموت قبل ما يجيله جهاز تنفذ صناعي عايزين حضنات أنا لسه واحد دلوقتي دكتور مكلمني من أمريكا طيب عايزين تبرعات عشان نجيب لكم أجهز تنفذ صناعي أستهدوه يبقى يعني كبت الخير النهاردة الحمد لله يعني ناس كتير اتصلت بي إن هم يعني يساعدوا لكن نمر واحد المساحة والتوسع الفوري وهو موجود طيب دكتور مجدي بدر الدين الطبيب بوحدة الأطفال في مستشفى الشطبي شكرا لك يا شكرا جزيلا معنا أيضا الأستاذ حسام حسن الطالب في كولية الطب الذي أثار هذه القضية عن طريق نشره لهذه الصور الفضيعة التي رأيناها معكم أمس واليوم وهو الذي فكر القضية أنا شخصيا أشكره شكرا جزيلا على اهتمامه مسائل خير يا سيد حسام مسائل نور يا فندي مزيد يا حضرك الحمد لله أنا أحب أشكر حضرتك بس في الأول عشان حضرتك بتشكرني لا أنا أشكر حضرتك لأن حضرتك أكتر واحد يهتم بالموضوع فهلا وعرضه مبارح وإحنا لسه في مجرد أنا بتعرض الموضوع الساعة 6 ونص كان حضرتك في الحلقة مبارح بالجيء بالليل ده حاجة أفصالت جدا يعني أشكرك أشكرك يا حسام الفضل الأول لك طبعا واللي اللي بيهتمه على أي الأحوال قل لي أنت سمعت دلوقتي الدكتور مجدي بيتكلم عن المسألة تعليقك عن الكلام اللي قالوا وهل أنت على الأقل بدأت تتريح شوية شايف في مخرج للأزمة دي ولا لسه يعني حاسب الغضب أنا الحمد لله يعني متفاعل كتير بالكلام دكتور مجدي لأن صراحة لو حياتك شفته النهاردة يعني الوحدة كلها الدكاتر الشباب وكده بيتعاونوا وكأنه قائد واستجنود يعني كلهم متكتفين وبيحاول ينقذوا الأطفال دول ودكتور مجدي يعني احنا تحمسنا وتفاعلنا معاه لأن حسنا فعلا أنه مش طالب حاجة لنفسه أو طالب فلوس أو طالب أي حاجة هو الرجل كل اللي بيعايزه وأنه ينقذ الأطفال دول وفعلا يعني أنا طالب سنة خمسة فأول محضر دكتور مجدي احنا حضرنا معاه مبارح فورنا الصور ديت وطلب أن احنا لشرها وقال لنا يعني الأطفال اللي انت شايفينهم قدامكم دول يعني ممكن فيه خطر على حياتهم وبيعانهم من إهمال لازم تساعدوهم طب نساعد ازاي قلموا تنشروا الصورة وليبقى فيه ضغط علامي والناس بكتبت تتحرك وده اللي عملناه فعلا الحمد لله وناس كتير استجابة بقى وصحفين واعلاميين زي حضرتك وستاذ رسلينة كامل وجالدت البديل صراحة استجابة يعني فيه أكتر من خمس أخبار من مبارح للنهار ده في حوالي 24 ساعة تجميل يعني ده موقف فعلا أنا بحسيسني أولا بدأت المسألة على فيسبوك من خلال حضرتك انتشر منها إلى قناة تلفزيونية زي أون تيفي إلى الزملاء في الصحف الأخرى مباشرة إلى المجلس الأعلى لقوات المسلحة إلى المنطقة الشمالية العسكرية إلى مستشفى الشطبي إلى اللي احنا فيه دلوقت أيضا طيب مخترحاتك أنا قرأت لك بعض المخترحات على فيسبوك النهاردة انت حاسس ان الدكتور مجدي غطاها كلها ولا لسه فيه مخترحات ممكن نعملها وان يعني علشان نحسن الأوضاع بالنسبة للأطفال دول هو دكتور مجدي فعلا عرض أغلب المخترحات اللي قلناها وبدأنا يعني حسين إيه مثلا عبال مناخ والتوسعة الوحدة والكلام دو تمكن يقض وقت فإحنا كطلبة أو كشباب عايزين يعني حيثك عارف اللي هي السرعة في الأداء يعني ننقذ الأطفال دول بأسرع طريقة ففي عدة اقتراحات يعني أولا كشغلين عملنا شفحة على فيسبوك فيها عصنات كتير زي محيثك قلت عدة تتبرع وكدهوت فقلنا نجمعهم في مكان واحد ولما نعرف طريقة ونعرف الأجهزة اللي مشتجعها المستشفى هنعرضها وهم يجيبوها بنفسهم عشان يبقى ضمنين فعلا الأجهزة دي هتوصل الأطفال دول فيه حاجة ثانية اللي احنا برضو فيه اقتراح يعني يتقدم به بعض الناس زي محيثك زي مدكتور مجدي أنا حدثك نحتاجين ممرضات ضروري وبسرعة ففيه حل نحن يعني ممكن وزير الصحة يساعدنا بإن فيه ممرضات ساعد بيبقوا زيادة في أقتام فيه ممرضات فيها زيادة إنما القسم دور بحارج ومحتاج ممرضات فعلا فلو يقدر وزير الصحة يساعدنا بإن المستشفيات تقدم لنا يعني ممرضات يساعد يساعدوا في الوحدة في الوقت دوت ده فيه حتى يعني لو الموضوع الممرضات ده هيتأخر عشان نحن نحتاجين بجد نتصرف بسرعة فيه طلبة كمان عرضوا إن هما يتصوعوا في يغضوا نبطشيات يعني هما بنستك اللي وقت ممرضات بس طبعا للطلبة ما عندهمش تأهيل كافي زي الممرضة أن هي يتعامل مع عساني زي دوة فأحنا يعني المفروض دلوقتي حد يتصرف الممرضات عشان الوحدة تشتغل الأطفال ده حد يعتني بيه إن شاء الله حسام أنا أشكرك مرة أخرى شكرا جزيلا على اهتمامك بالقضية وإصرارك على أن هي توصل للإعلام وبكل تأكيد زي ما بننتقد أحيانا زي ما أحيانا بناخد على خطرنا من بطء بعض الإجراءات من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني تحية تقدير وشكرا جزيلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي يبدو أنه أصدر تعليماته للمنطقة الشمالية العسكرية اللي تحرك منها طبيبان عسكريان للتحقيق في هذه المسألة المشير حسين تنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خلال اللقاء وما أعقبه من لقاءات تالية لأبو مازن مع رئيس الوزراء الدكتور عسام شرف ووزير الخارجية الدكتور نبير العربي ومدير المخابرات العامة اللواء مراد موافي بحثت سبل استئناف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس وأفاق إحياء ما يوصف بعملية السلام على ضوء لاعتداءات الإسرائيلية في للأسف الشديد في مصادر طبية أعلنت اليوم عن مقتل رجل فلسطيني مسن وإصابة خمسة آخرين بينهم طفلة نتيجة لقصف مدفع إسرائيلي مركز على المناطق الشرقية لحي الشجاعية في غزة تقارير أخرى تفيد بأن القصف متواصل على أكثر من محور في وسط القطاع وجنوبه في الجنوب شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم ومساء أمس غارات مكتفة على الحدود المصرية الفلسطينية شويد عيان بيقولوا أن القصف استهدف عدة أنفاق في منطقة البرازيل بمحيط بوابة صلاح الدين والمسألة دي أصفرت عن تدمير عشرة أنفاق على الأقل وإصابة مواطن فلسطيني لمزيد من التفاصيل معنا الآن الزميل أحمد أبو دراع مراسل أون تيفي في رفح مساء الخير يا أحمد مساء الخير يا أسفري ماذا لديك من تفاصيل عن هذا الهجوم الإسرائيلي يعني قرب الحدود المصرية الفلسطينية كان هنا قصف على الجانب الفلسطيني من الحدود مع رفح المصرية عقب سقوط قضيفتين جنوب ميناء رفح البري داخل الأراضي المصرية انفجرت تحدهم وبطيت الأخرى على حالها لم يصفر انفجار القذيفة عن أسابات ولم تقع أي خسار وذلك بسبب وقعها داخل المزارع مزارع عفوني أحمد مزارع عندنا في رفح المصرية أو في رفح الفلسطينية في رفح المصرية جنوب معبر رفح بحوالي سبعينية متر بالضبط نعم وقعت بعيدا عن المناطق السكنية هذه المرة منذ حرب غزة يعني حرب غزة وقعت في الأرض المصري أكثر من 15 طبيفة الهجوم ده استمر قد إيه وإيه الأهداف يعني اللي كانت يبدو أن هي بتحاول تسع عليها هل فعلا الأنفاق فقط أم كان هناك هدف أخرى إيه نتائج الغراط في النهاية كانت قد إيه الغراط تركزت كلها على الشريط الحدودي وكانت مستهدفة الأنفاق ضربت عدد من الأنفاق ولكن الهدف كان من القص هو تدمير الأنفاق بين مصر وقضاعها ما وقعش أي إصابات على الجانب المصري على الجانب المصري لم تقع أي إصابات طيب على الجانب الفلسطيني لا أدري إصابات على الجانب فلسطيني ولكن الجانب المصري لم تقع في إصابات طيب اي رد فعل الناس في سواء في منطقة رفح المصرية او بشكل عام في منطقة شمال السيناء على حدث زي ده رفح هلع شديد انتبه المواطنين هناك خاصة انها هذه الثاني تجربة اثناء حق غزة كان هناك هروب من منطقة رفح الى مدينة الشيخ زويد والعريش كان هناك هوف من السكان من تكرار الغارات وتكرار حرب اخرى على طبع غزة طيب شكرا شكرا جزيلا احمد ابو جراع مراسل اون تيفي في رفح الى موضوع اخر الداعية السلفي عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية يعلن ان الدعوة لن تشارك في المظاهرات التي من المقرر تنظيمها غدا الجمعة للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك معنا الان على الهاتف الرجل نفسه الدعية عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية السلام عليكم مرحبا سنو مرحبا حددك حدثنا قليلا عن هذا الخبر اولا هل هو صحيح ثانيا لماذا اتخذتم هذا القرار بينما الجسد الاساسي للثورة المصرية اتفق على ان يخرج غدا للمطالبة بمحاكمة مبارك من بين مطالبات اخرى في الواقع هذا الخبر يعني نصفه فحيح الا ان انا كنت الان في كنت اليوم اعقد مؤتمر في بعض تسجيلات الفيديو التي تذبط حسن العلاقة بين السلفين وبين اجرانهم ومن النصارى تذبط تسليم فتان في الاهلها بعدما هربت مع شاب المسلم واقام بذلك عبوا مجلسات الدعوة السلفية الشيخ الشيخ الأولي وراجعوا الي علاقاته بالقبائل في منطقة العملية في الاسكندرية ويعني قال لهم ان كانت اسلامة فتتركوها وشأنها وكانت حربت لسبب اخر سوف اردها اليكم وردها كان هناك بعض الفيديوهات التي اعرضناها وكان سؤال على الهامش حقية الدعوة السلفية لمظاهرات غدا وكان انا مطالع على المشاورات التي تمت في مجلسات الدعوة السلفية قبل ان يصدر البيان الرسمي وذكرت ان انا نقطنع بمطالب بعزلة المطالب هذا ربما لا نذكر بشكل واضح لكن في الاعلام لك انا كنت تأكست عليه جدا على المطالب العازلة ولكن نريد ان نطالب بها دون ان نضغط على المجلس الاسكاري او نعرقل مسيرة الاصلاح في الاجزاء التي نتفق معه فيها ولكن هناك شبه اتفاق على ان عجلة محكمة رموض النظام السابق ينبغي ان تكون بأسرع من ذلك وطبعا نحن نفاجأ عادة في هذه المظاهرات ما تتحول الى اعتصامات والاعتصام يسهل الحياة وبالتالي انا بالفعل قلت انه لن مشارك في هذه المظاهرات بنا على ان المطالب يمكن ان تنقل من خلال قنوات اخرى لكن جاني بالهاتف وامليت ديان ان القيت وربما في قناة فضائية اخرى ان الدعوة السلفية قررت المشاركة ولكن يعني شددت على ان لا يتحول العمر احتصام وعلى ان لا يتحول العمر ان المطالبة بحل المجلس العسكري ولا بالمطالب تشكيل مجلس رئاسي وعلى ان هذه المطالب العازلة بمحكمة رموض الفساد الذين اعتدوا على الشعب وعلى الثوار قبل واثناء الثورة لا يمدغي ان تخرج عن مصاريح فاذا يعني كان هذا الاتصام جاء في موعده لأقول ان الموقف الذي صبر كبيان رسمي ربما قبل ساعات قليلة من الان هو المشاركة بهذه القيود التي تكرنا طيب فضلت الشيخ انا وصلني للتو خبر اخر عن اعتصام من نوع مختلف وانا محظوظ ان تصادف ان احركت معي على التليفون دلوقت انا لسه حتى نفسي ما عرفتش يعني تفاصيل كتير لكن مسألة حصلت في مركز في قرية القمادير في مركز ساملوت في محافظة المينيا في مئات من الاقباط بمعتصمين الان امام مبنى المحافظة اعتراضا على ما سموه سيطرة عدد من اهالي القرية المسلمين على مبنى كنيسة القرية كنيسة ميري يوحنة واتهموا مجموعات من السلفيين بتحريك اهالي القرية لوقف اعمال الترميم في الوقت نحن اعتدنا في الاوانة الاخيرة على اتهام السلفيين بكل مشكلة الى الدرجة التي صار شباب الانترنت يتنظر لماذا لم يتهم السلفيون باحداث استاذ القاهرة ولماذا لم ينسب اليهم الزنزال طلب انه صار ينسب اليهم كل شيء من غير المعقول ان يساهم الرموز السلفيون في اقناع الشباب المعتصم لمنع بناء كنيسة ابسيح ان يسافروا بانفسهم ويقنعوه ان هذا ليس في مصنح الوطن الان وان يكون هناك توجه بهذه التحركات لا لا نستطيع ان نرجم بالغير يعني حضرتك الان تقول انت جاءك طيب ممكن استاذن حضرتك وانا افجأ به الان نقول على الاعلام ان يتحرك وعلى الجميع ان يتثبت واذا اجدنا ان هناك الشباب ثلفي او غير ثلفي طام بالفعل بشيء كهذا نحن لابد ان نتحرك كمجتمع يريد ان يائد الفتنة باقناع هؤلاء الشباب ان هذا الموقف غير صحيح وانه ان كان هناك احد تعدى سلطاته ونطالب السلطات ان تتعامل ان تفتعمل سلطاتها القانونية في كل الاحوال ولكن دائما يكون هناك قدر من التعتيم او قدر من اسمح لي ان احيانا يكون الصبق الصحفي او الصبق الاعلامي بيضغى على النزاقية نحن لا نستطيع ان ننفي او نزل ولكن غير ما نقول انه اذا ثبت ان هناك اي شرط مستل سلفي او غير سلفي تعد على كنيسة فنحن على استعداد المساهم قدر امكاننا كجلء من الجماعة الوطنية نحاول ان ناعد الفتنة ان كلها اتفقد لها في الوطن ليس هذا هو الاسلام وليست هذه السلفية وحتى لو افترضنا جدا ان هناك حتى اعتراضات كيبيحصل احيان كتير كليسة بدون ترخيص او نحو ذلك كل من له اعتراض ان قرون جعل هناك قناة للاعتراض وهي بلاغ للنائب العام وليس ان يكون هناك شدارة هناك رقي في التعامل مع المخلفات طبعا صح حتى ربما قبل البلاغ للنائب العام وبالتالي نحن سنتابعنا لتوي عرفت ذلك من حضرتك وسنتابع وان شاء الله سيكون لنا موقف يتفق مع كل مواقفنا السلطة لاننا نسارع الى وقت الفتنة كلما وجدنا لها فتيد استأذن حضرتك بس خليك معنا على التليفون لو سمحت لانه معنا اتصال اعتخد من ساملوت في المينيا الاستاذة ماجي عدلي الاستاذ نادي عدلي انا اسف وهو ناشط حقوقي مساء الخير او ساذ نادي ساذ نادي طيب هنحاول نتكلمه تاني فضلت الشيخ يعني احنا حرصين انه دايما نحط الامور في حجمها زي ما يمكن فضلتك لاحظت ان انا قلت ما سموه الاهالي الاهالي هم اللي طلعوا دلوقتي مئات قاعدين قدام مبنى المحافظة في المينيا وبيقولوا ان دا الكلام اللي حصل وانا يسعدني ان حضرتك تواجه كلمة الان لهؤلاء المعتصمين في امام من المسيحيين امام مبنى المحافظة وايضا هؤلاء الذين جعلوهم يتوجهوا الى مبنى المحافظة بهذه الشكوة اولا اذا كان هؤلاء المعتصمين امام مبنى المحافظة اعتصام سلمي فانا اقول لهم يعني لا احد يفعل ان يمنعهم من الاقصام السلمي للتعبير عما يرونه حقا لهم ولكن دائما اطالب الجميع بذكر بالبحث عن جذور الازمة اذا كان هذه مثلا كنيسة بدون ترخيص فالافضل ان يتدخل العقلاء ويطالبه الجميع باحترام القانون حيث تستطيع السلطات ان تتدخل في هذه الحالة لتفرض على المخالف للقانون ان يقبلهم فاذا كانت هذه مثلا كنيسة بدون ترخيص ان عنصح للمعتصمين ان يستقل السلطات السبل القانونية وان يقفوا البناء الى ان يتم الحصول اذا كانت هذه الكنيسة بتصريح وهناك من يتفرض لهم فهم الان امام الجهة التي منحت الترخيص ومن حقهم ان يطالبوها بان تنفذ ما كتبتوا على الورق من انها وعدتهم بذلك ولكن ايضا في ذات الوقت ربما الان صالت الاعتصامات هي الاصل انا اطالب الجميع سواء مسلمين او نصرة او مطالب ثقاوية ان يتم التفعيد التدريجي في نيل الحق يعني نحن شعب جديد عليه ثقافة الاعتصام السلمي والتظاهر السلمي وكسرت استعماله قد يضر به وقد يجعل الجميع يقول يالا يتان قد لها ايام القمع التي لما يكن يسمح لنا فيها بذلك بمعنى ده عند شكوى في اول الامر تحض المشكلة فانطبط المسؤولين فالشكوى للمسؤول الاعلى فانطبط فلا بأس حين اذن بالاعتصام ولكن اشدد على المعتصمين من النصرة من المحظة ان يكون العمر سلميا الا يستجيبوا لدواع الفتنة لانه حالا يتم اعتصام نتيجة مثلا الاعتداء على نصراني او الاعتداء على كنيسة ثم نجد شعارات تستفز المسلمين يتحرق الامر الى فتنة طائفية هو الان عنده مشكلة مع احد يريد ان يمنعه من كنيسة حصل على الترخيص ببنائها فمن حقه ان يعود الى الجهة التي منحت الترخيص ان تلتظم بالوفاء بالتزامها التي كتبت في الترخيص انجل ليس معه الترخيص فنصيحة كما ذكرت انه دائما نسير في الطريقة القانونية لنائد الفتنة في مهدها وانا اعتمد انهم عموما انه لو افترضنا جدلا ان في قريته هناك اي نوع من الحززيات هذا تتوجه عام لكل القيادات الاسلامية سواء العظهر او الجماعات الاسلامية والجميع حريصة على مصلاح الوطن واذا رفعوا حتى مطالبهم الى الاخوانهم من الجماعة الوطنية ككل المسلمون هم الاغلبية الاختزام ادب كبير تجاه الاقلية بشرط تجنب الاستفزاز واحترام القانون جميل شكرا جزيلا فضيلة الداعية عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية مع الان على الهاتف الاستاذ نادي عدلي الناشط الحقوقي اعتقد يتحدث الينا من ساملوت او لسه كذلك مساء الخير يا فندي احكينا اي اللي بيحصل عندك حضراتك احنا موجودين دولات قدام محافظة المنية بالنسبة للشباب الاخباط من قرية المقادير التابعة الملكة السمروض حصل انتقاج ففوق يا فندي لا يرضي جميع اي صرف من شعب المصري شعب المصري الاخوة اللي عايشين مع بعض ايه اللي حصل اللي حصل يا فندي ان حصل في يوم ثلاثة ايام وجود ابن العمضة ابن عمضة القرية نادي الناس في المسجد لتعامل مع الكنيسة بالقوة وعدم وغلقة الكنيسة وعدم دخول الكنيسة مما سبب حالة فزع والشعب اللي صبت معلش يا اساس نادي علشان بس نكون يعني واضحين المفروض ان كان فيه قرار بترميم الكنيسة الكنيسة كانت حيلة للسقوط ايوة يا فندي الجامعية اولا هم يقولوا جامعية يا فندي الكنيسة دي كنيسة قائمة دها مزلح منذ عام 2002 وبعلنها على حضرتك مفاجئة للجميع دي من ضمن رواسل فساد امن الدولة السابس ان معها هنا الورق في ايدي حضرتك وحضرتك يفسروا كل الشعب المصري يفسر يا جماعة الكلام وكله يفسر الكلام نقوله بالوقت ديان العمل رعاية الاسرة المساعدات الاجتماعية والخدمات الدينية وكل اعضاء المفاجئة يا حضرتك كل اعضاء الجامعية مسيحيين ماذا يعني هذا؟ طيب اه 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 انا عايز اعرف بس مجموعة من الحقائق الاول انا بس طير قوات المسلح انا انا مقدر مشاعر حضرتك بس اعايز اقف على مجموعة من الحقائق الاساسية اولا الكنيسة دي كانت ايلى للسقوط يا فندم الكنيسة بطبيعة النياء الظروف اللي بطلت ساعة الكنيسة عام 2002 والضبوط اللي بطلت على الاساس الناس يحاولين ابنوا الكنيسة فقالولهم لا انتو مش هتبنوا الكنيسة ابنوا جمعية وصلوا فيها ساز نادي انا انا اسف مرة اخرى الكنيسة كانت ايلى للسقوط لان انا عندي هنا جزء من الخور بيقول الحاكم العسكري للمحافظة كان اصدر قرار بترميم الكنيسة لكن اساسات الكنيسة قوية وسليمة لسبب ضعف الامكانيات مسخة الكنيسة فقط بطوب اللبني بطوب القديم طيب لكن حضرتك طبيعي بالنسبة للناس في مهندسين في عدد من المهندسين توجهوا بعد قرار الحاكم العسكري توجههم معاينة الموقع لا حضرتك لحد اللحظة دي مفيش حاجة تم لكن كل اللي حطل انت طبعا القانون اللي سيئت دلوقتي قانون غريب على المجتمع المصري هنا حضرتك بالناشد قوات المسلحة الشعب القبطي هو الشعب المصري كلنا مصريين كلنا مصريين الشعب القبطي ليس فيه بطنة طائفية بين الشعب لماذا يسرين هذه الأفعال في التوقيت الحالي من الاستفادة هذه حال دي فعلا صورة مضادة احنا بمقاطب قوات المسلحة صاحبة الدستور الجميل وقالت فيه عن خريط تعبير خريط رأي فنز جميل انا ممكن اسأل حضرتك باعتبار حالك موجود دلوقتي قدام مبنى المحافظة عدد المعتصمين قد ايه تقريبا حاليا في فنز يتجاوز الثلاث الاف الآيباته الآيباته الناس اللي تواجدت من الصباح دي مصريين على البيت بحيث الناس عندها شحن معنوي بحاجة بالقهر والظلم دي جاء الظروف اللي حصلانها فيه حد من المحافظة اتكلم معهم كلهم بيقضوا قوات المصرحة القوات المصرحة المصرية اللي هم وقتين هم ثقة قوية جدا جيشهم يا فنز بقوله الجيش بالنجده انه هو يتصرف مع هذه التصرفات من الاشخاص اللي هم حصلين جميل وصلت الرسالة يا ساز نادي هل فيه حد من المحافظة اتكلم مع المعتصمين ساد مشيد بسرعة تتصرف فورا طيب ساز نادي فيه حد من المحافظة اتكلم مع المعتصمين يا فندم كل الوعود وعود غير واسية للجمهور اللي حاضر الوعود بيقوله ان احنا نحن المشكلة باختيار اماكن تاني باختيار صعب بالنسبة للناس ان هذه الكنيسة مدشنة هذه الكنيسة ولاية الجماعية تدشن ومعنى كلمة السادشين هي ان البركة والزيط الميرون نزل على هذا الارض انا اشكرك جدا استاذ نادي مش موجودة مش موجودة عندنا لحد دلوقت واضح كده انه فيه ريحة كده من اللي حصل فيه اطفيح بشكل او باخر ربنا يعني على خير والموضوع يتلام باسرع ما يمكن وننتقل من ذلك الى الخبر الضخم عن ضغوط تمارسها دول عربية على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمنع محكمة مبارك خبر ده كان انتشر انتشار النار في الهشيم في مواقع صحفية عربية ومصرية قالت انها نقلته عن مجلة ديرش بيجل الالمانية اللي من المفترض انها اجرت لقاء خاص مع السيد المشير حسين تنطاوي الخبر برمته سقط بعد ان نفى مصدر عسكري مصري ايت صحة لهذه المزاعم انا معايا الان على الهاتف الزميل الصحفي مدير مكتب مجلة ديرش بيجل في القاهرة انا احاول انطق اسمه بالالماني فولكهارد ويدنفورد مسائل خير فولكهارد ويدنفورد فولكهارد ويدنفورد اجل بقالي سبعة ثلاثين سنة مراسل ديرش بيجل في القاهرة اهلا بحضرتك اهلا بك اولا مجموعة من الحقائق هل اجرت مجلة ديرش بيجل لقاء مع المشير حسين تنطاوي ام لا لا كيف تفسر انتقال هذا الخبر عن مجلة ديرش بيجل الى مواقع صحفية عربية ومصرية والله اسأل الناس اللي عملوها وناحنا مش عارفين كل ما في الامر ومش الاول مرة اه هناك جهات انا عارفش انهم مجموعات ما عارفش هم منين يحبوا ينقله خبر او موضوعات معينة معلومات معينة وخايفين ان الناس مش هتصدق لو ما فيش مصر لو ما فيش جهة ينسب اليها هذا الخبر ولذلك اعتقد تفصيلي بس شوف تفصيلي اخت نسبوها مصيلة على عالمية كبيرة معروفة لمستقياتها زي داشبيل المصنى ولكن نحن لا نعلم اي شيء من هي تلك الجهات وما هو الهدف ولكن انا اؤكد مية في المية لم يحدث ان اي اتصال تم لا تلفوني والله يعني من اي نوع ان كان مع المشير وداشبيل من اي نوع ان كان نهاية جميل اكيد ده سبب لكم شوية صداع ومشاكل لا لا ولا مشاكل احنا داشبيل يعترف عن هذا مين الجماعة دول هو الزد داشبيل ده مؤخرا ده مش عالي ده الحقيقة اللي بيعمل هاجلت كده ما يرفش شرف الصحافة واحنا طوما اقبل من كده بكتير احنا ساعتنا حقومة في المانيا لا 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 محدش احنا مين ومين دول لا لا اقصده هل وصل لكم اي لانه المفروض انه مجلة ديرش بيجل وهي فعلا مجلة عالمية وانا اؤكد كل ما قلته عن يعني جزالة وصلادة المجلة هي مجلة جادة هي بعد انتشار هذه الاخبار منسوبة اليها تضررت يعني ده يؤثر لا 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 احنا شوف اللي يريد ان يصيه الينا اسائل نفسه قبل ما يصيه لغيره وبعدين احنا موضوع بسيط جدا دوروا في كل صفحات اشبيل وفي الانلاين بتاعنا مش هتلاوه هاجا بس اذا استثاؤل با مش استثاؤلنا اخنا الدول ناس استخدموا اسمنا ظنا من ان مستقية اشبيل قد يساعدهم في النشر واقناع دمهورهم ولكن اخنا من الناس سؤال اخير هل اتصل بمكتب ديرش بيجل بحضرتك او باي حد من الزملاء في المكتب اي حد من القوات المسلحة لا شكرا يعني اجبت وافت ممكن اطلب الحركة تنتق اسم الحركة الايمانة لو انطقت الماني يعني هبهدله مجبش هاجا انه معروف بابو صلاح الالماني اسمي فولت هارت فينتفور شكرا لك شكرا جزيلا مدير مكتب مجلة ديرش بيجل في القاهرة طيب معنا خبر بقى المرة دي مؤكد وهو خبر جيد فبعد ساعات قليلة سترسو في ميناء سفاجة المصري على البحر الاحمر السفينة السياحية ميري كوين اتنين وهي اكبر سفينة سياحية في العالم طولها حوالي 350 متر سفينة قادمة من جنوب شرقي اسيا وعلى متنها حوالي 3000 سائح من مختلف الجنسيات السلطات المصرية عدت لهم برنامج سياحي معتبر اشتركوا في القناة